بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شفر المرسلين سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحة 1981.22 طبعا كما جاء من العنوان هل تريد أن تحصل على سرعة أنترنت أحيانا تفوق المئة ميجا وايد في الثانية بل أحيانا تصل حتى مئتي ميجا وايد في الثانية لاحظوا معي سوف أقوم بالتجربة حتى تشاهدون سوف نقيس الحين سرعة الأنترنت أذكر مجانا أعيدها مجانا أحبابي في الله لمدة عام كامل بدون أن تدفع أي شيء لاحظوا ما هي الحين 108 ميجا وايد في الثانية لتريد الحصول على هذا الأمر يعني على سرعة التحميل ولاحظوا ما هي تصل إلى 35 ميجا وايد في الثانية في سرعة الرفع إذا كنت تريد الحصول على حسوب بياتي المواصفات من شركة أمازون تابع مع هذا الدرس بعد هذا الفاصل طيب أحبابي في الله حتى تحصل على السرعة الأنترنت التي شاهدتمها أحبابي في الله فسوف نشرح كيف تقوم بالحصول على سيرفر سيرفر يعني افتراضي أو كمبيوتر افتراضي أو ما يعرف بالفي بي اس أحبابي في الله طبعا هناك خدمات يعني لفي بي اس من شركات أخرى لكن عليك الدفع لهذا في هذا الدرس سوف نشرح كيفية الحصول عليه من شركة أمازون لمدة عام كامل بدون دفع يعني ولا شيء أحبابي في الله طبعا الحال سرعة الأنترنت تصل أحيانا حتى 200 ميجا بايت في الثانية في سرعة التحميل بالتالي كل ما عليكم فعله الدخول إلى الرابط التالي تضغط على create حتى لا نطول يعني إنشاء حساب جديد هنا سوف تقوم بوضع العلام على هذا الخيار وقوم بوضع الإيميل الخاص بك أحبابي في الله في حالتي سوف أضع هذا الإيميل ثم تقوم بوضع على الخيار الأول بأنك لا تمتلك حساب ثم تضغط على هذا الخيار وانتظر قليلا حتى يتم تشجيل الدخول إلى وجهه بهذا الشكل تقوم بوضع اسمك مثلا سوف أضحه ثم يعني عادة كتابة البريد الإلكتروني الذي قمت بيدخالي ثم وضع باسورد هنا مثلا ثم عادة كتابة الباسورد ثم تضغط على create account يعني أحباب في الله ثم ننتظر قليلا حتى يتم تشجيل الدخول إلى وجهه بهذا الشكل تقوم بوضع معلوماتك الشخصية فورم نايم إلى غير ذلك طيب بعد بعد عادة البيانات أحباب في الله اسمك اسم العائلي إلى غير ذلك ثم الدولة ثم عنوانك الذي تقطن فيه يعني وضع عنواننا شخصيا شوائي ثم مدينتك أو المقاطعة ثم المدينة الرمز البريد ورقم الهاتف يجب أن يكون صحيح ثم كود الكابتشا الضائرونة وضع على create new account يعني إنشاء حساب جديد كما تشاهدون فيمنح لك free يعني يعني لمدة عام كامل كما تشاهدون بالتالي سوف فالنقطة التي يجب عليك يدخل هو هنا يعني كارت فيزا الخاص بك إذا لا تمتلك يعني كارت فيزا يعني فشرحت من قبل يعني عدة شرحات للحصول عليها يعني خصوصا ببطاقة ماستر كارت وسوف أضع لكم للأشخاص الذين لا يمتلكونها رقم البطاقة الخاصة بي يعني الخاصة بماستر كارت يعني أسفل الفيديو لإدخالها حتى تحصلون على يعني سحب الفيلة لمدة عام كامل يذكر بأنهم لا يقتطعون أي شيء فقط يشتريطون أن تقوم بوضع هذه الرقم كفاء وطمئنكم من هذه النقطة بطبيعة الحال بالتالي سوف تضعونها هنا سوف أضع الخاصة بي طيب بعد وضع رقم البطاقة يعني أذكر بأنه سوف أضع لكم كما ذكرت رقم البطاقة الخاصة بأسفل الفيديو ثم أيضا تاريخ انتهائها سوف تجدون أسفل الفيديو تقوم بوضع ووضع اسمي الشخصي ثم تضعطون على كونتونوار هنا ثم ننتظر قليلا حتى يتم تشجيل الدخول إلى واجهة جديدة كما تشاهدون هذه الواجهة الجديدة التي سوف يتم تشجيل الدخول إليها فهنا يطلب منك أن تقوم بيعني الطلب يعني أن يتصلون بك على هذا الرقم الذي قمت بإدخاله طبعا يعني الرقم الذي قمت بإدخاله سوف يتصلون بك وتقول يعني الكود الذي سوف تحصل عليه سوف نشاهد ذلك سوف نضغط على يعني الاتصال به عندما سوف يتصلون ننتظر المكالمة سوف تطلب منك وضع هذا يعني نطق هذا الكود سيفر سبعة كما تسمعون نعاتي طير سيرو سيفن ناين فور لاحظوا معي الحين خلاص قتلت لي بأنك قمت بتأكيد يعني رقمك الحين بعد تأكيد رقمك سوف تظهر لأنه في ذبع الشك تضغط على هذا الخيار ثم كما تشاهدون هنا يعني تختار المجاني يعني لمدة عام كامل فإذا اخترته هنا سوف يقطعون منك يعني مئة دولار يعني سوف نحصل كما ذكرت على المجاني الذي يسمح لنا يعني بالاتصال بالأنترنت في حدود أحيانا كما ذكرت تصل إلى مئتين ميجا بايت في الثانية مئة ميجا بايت في الثانية تسعون ميجا بايت في الثانية بهذا الشكل أحباب في الله بالتالي سوف نختار الخيار الأول كما ذكرت ثم نضغط على كونتون وار يعني خلاص بعد الضغط على كونتون وار التالي فقط يعني ننتظر قليلا حتى يتم تشجيل الدخول اللي هو وجهه بهذا الشكل حين سوف نقوم بالدخول إلى حسابنا عبر الضغط على هذا الخيار ثم ننتظر قليلا سوف يطلب منا وضع كلمة المرور طبعا هذا هو البريد الذي حصلنا عليه نقوم بالضغط هنا وننتظر حتى يتم تشجيل الدخول إلى لوحة التحكم بعد تشجيل الدخول إلى لوحة التحكم بهذا الشكل سوف تضغط على Virtual Server هنا أحباب فلا طيب بعد ذلك أحباب فلا سوف يتم تشجيل الدخول إلى وجهة بهذا الشكل بعد تشجيل الدخول إلى وجهة بهذا الشكل نقوم بالضغط كما ذكرت إنما سوف تضغط على هنا سوف يتم تشجيل الدخول إلى وجهة بهذا الشكل نقوم بالضغط على هذا الخيار ثم بعد الضغط على هذا الخيار فيعطيك الحصول على VPS أحباب فلا لمجموعة من أنظمة التشغيل لينوكس إلى غير ذلك فنختار نحن الويندوز إذا كنت تريد الويندوز 8 فاضغطوا هنا مباشرة هناك نسخ أخرى لويندوزات أخرى أحباب فلا فسوف نغط في حالتي بحكم أنني أقوم باستعمال ويندوز 8 أو الويندوز بشكل عام سوف نضغط على Select ثم كما تشاهدون سوف نختار يعني هذا الخيار الأول المجاني ثم تضغط على هذا الخيار الأسفل بعد ذلك سوف يتم نقلك إلى صفحة بهذا الشكل نقوم بالضغط على Launcher هنا أحباب فلا ثم تختار هنا Create New Key Pyron ثم تقوم بتسمية اسم مثلا مثلا الحسين اسم تريده بهذا الشكل بعد الضغط على اسم الحسين نقوم بالضغط على دولوز كاي كما تشاهدون سوف يتم تحميله بعد تحميله سوف تقوم بحفظه في مكان معين على حسبك سوف أقوم بحفظه مثلا في هنا سوف أقوم بسحبه أو في سطح المكتب الخاص بك حفظه هنا كما تشاهدون باسم الحسين بعد حفظه باسم الحسين خلاص نقوم بالضغط على هنا ثم ننتظر قليلا بعد أن ننتظر قليلا سوف يتم تشجيل الدخول إلى وجهة هذا الشكل نقوم بالضغط على هذا الخيار الموجود هنا ثم ننتظر قليلا حتى تتحول هذه الأيقونة إلى خضرة كما تشاهدون قد تستغرق يعني دقيقتين ننتظر فقط قليلا طيب الحين بعد أن تحولت إلى اللون الأسرق سوف نحصل على الباسورد الخاص بنا للدخول دائما إلى ال VPS الخاص بنا بالتالي سوف تضغط ضغط دخطة يمين لما وسعلا عليها ثم تضغط على Get Windows Password ثم نقوم بالنزول يعني بالصبر قليلا يعني 4 دقائق حتى يتم يعني يعني ظهور عاتين نافذة فعليك الصبر قليلا طيب بعد أن تنتظر يعني 4 دقائق نقوم بالمحاولة مرة أخرى ضغط ليمين للمونس ثم Get Windows Password كما تشاهدون ثم نبتاق الحين نافذة بهذا الشكل الحين سوف نقوم برفع الملف الذي قمنا بتحميله بالتالي سوف نضغط هنا ثم نذهب إلى المكان الذي قمنا بحفظه يعني في حالة الحسين كما تشاهدون أقوم باختياره بعد اختياره نقوم بالضغط على Open ثم نضغط على هذا الخيار الموجود هنا ثم ننتظر قليلا أحباب في الله كما سوف تشاهدون طبعا يعني هذا هو الباسورد الخاص بنا هذا الانتظار قليلا سوف يعطيك الباسورد عليك حفظ هذا الباسورد ثم بعد حفظه خلاص نقوم بالضغط على إغلاق نقوم بالضغط مرة أخرى على السيرفر ثم نضغط على Connect ثم نقوم بتحميل هذا الملف هذا الملف والأيقونة التي سوف تسمح لنا دائما بالدخول إلى الحاسوب الخاص بنا بالتالي سوف نضغط على دولود نقوم بالضغط على التحميل الآن بعد تحميلها فسوف تأخذها إلى سطح مكتبك ويأتي العيقونة دائما للدخول إلى حاسوبك في طبعات الحال بعد الضغط عليها مباشرة سوف تنبتق لك نافذة بهذا الشيء على أساس لا تنبتق دائما أتي النافذة تضغط على وضع العلمة ثم كما تشاهدون طلب مننا وضع الباسورد الذي قمنا بنسخه قبل قليل ثم نضغط على أكسبتار وننتظر تنبتق لك نافذة مرة أخرى ضغط على إيس وننتظر حتى يتم تسجيل الدخول إلى حاسوبنا أحباب في الله كما سوف تشاهدون ننتظر حتى يتم تسجيل الدخول إلى سطح المكتب وهكذا سوف تحصل كما ذكرت على حاسوب بمواصفات قوية جدا وبسرعة أنترنت تصل أحيانا إلى 200 ميجا بايت في الثانية ففي المرة الأولى عندما تفتحه فقد يأخذ أربعة دقيقة ثلاثة دقيقة حتى يتم تسجيل الدخول أحباب في الله بالتالي فننتظر قليلا كما سوف تشاهدون منذ الانتظار تقريبا دقيقة وأقل من ذلك فيتم تسجيل الدخول إلى سطح المكتب تم تسجيل الدخول إلى سطح المكتب كما سوف تشاهدون فهذا هو الحاسوب أحباب في الله بالتالي عليك الذهاب كخطوة أولا يعني ستضغط على هذه الأيقونة الموجودة هنا ثم سوف تذهب إلى سوف تنبذيق لكنافذة تذهب إلى من المستحب يعني تعطيل هذا الخيار أحباب في الله ضغط عليه ضغطة واحدة ثم يعني الضغط على تعطيل وخلاص الحين يمكنك تحميل من المستحب يعني كما ذكرت تحميل يعني متصفح جوجل كروم كخطوة أولى على هذا الأساس سوف تذهب إلى الانترنت اكسبلورر ثم تدخل إلى جوجل كروم على الدخول إلى عفوا إلى جوجل تبحث عن جوجل كروم من المستحب يعني تقوم بتحميله على حسوبك على هذا الحسوب كما ذكرت عبر الضغط على دولود هنا ثم دولود على انستال يعني ثم تنتظر حتى يتم تثبيته طيب الحين قمت بتثبيت جوجل كروم سوف أفتحه ثم سوف أذهب لقياس سرعة الانترنت مثلا سوف أختار يعني هذا الموقع ثم أقوم بقياس عليه سرعة الانترنت كما سوف نشاهد فذكرت يعني حيانا أنتصل إلى 200 ميجا وايد في الثانية يعني في سرعة التحمل سوف أضغط هنا وانتظر قليلا نشوف يعني سرعة الانترنت سوف أحصل عليه على هذا الفي بيس الذي قمت بـ 970 كما تشاهدون 9191 في هذه الحالة كما ذكرت يعني فتصل إلى أكثر من 100 أحيانا تصل إلى 200 يعني كما سوف تشاهدون أحبا في الله فأتمنى الدرس قد أفدكم تبعوا الخطوات يعني حتى لا نطول طبعا الحال يعني أي هذا الحسوب يمكنك الدخول عليه يعني عام كامل واستعمال يعني الانترنت بالسرعة التي هي موجودة الحين عام كامل أذكر حصريا فقط على مدونة حوحة للمعلميات طبعا يعني هذه الأيقونة دائما سوف تجدها على سطح المكتب كلما تريد الدخول إليه تضغط عليها ثم تقوم بإدخال الباسورد وتقوم بالدخول كما تشاهدون أحبري في الله يعني إلى حسوبك الذي بك كما ذكرت يعني سرعة التحميل كبيرة جدا ويمكنك رفع ملفاتك إلى أو فيديوهاتك إلى اليوتيوب واستعماله يعني للربح أكثر عبر الأنترنت استغلال يعني سرعة الأنترنت تأتي للربح أكثر أحبب في العبر الأنترنت إذا عجبكم الدرس لا تنسوا الضغط على اللايك تذكر بأنه رقم البطاقة الخاصة ومعلوماتها سوف تجدون أسفل الفيديو الإخوان الذين لا يمتلكون بطاقة الإئتمانية فهذا خطوة مني يعني للمساعدتكم يتلل سواء الضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع وزيارتنا دائما على موقعنا دول فيديو الفيديو الفيديو ربونتك لخمسة بونتو كوم ليصلك دائما الجديد والحصري ثم أيضا يعني الإعجاب بصفحتنا على فيسبوك فيسبوك كونتكم صلعة شوحة الفصة 180 فول في أمان الله